أعلن رئيس قسمة الجزاء ببنك البركة كريم سعيد أن مصرفه يعتبر أول مؤسسة وبالية في الجزائر تتبنى إطلاق تطبيق إلكتروني جديد مع شركة نشئة في مجال الدفع الإلكتروني عن طريق الهاتف المحمول قصد تعميم هذا النوع من المعاملات وسط متعاملها سباقون في أن نكون أول بنك الذي سيكون له شرف أن يرافق شركة S2Z في أول تطبيق للدفع عن طريق الموبايل ونقول أول تطبيق للدفع عن طريق الموبايل ليكون ما بين المصارف ما بين بنك ودافع الثاني نقول بأننا نقدم خدمة للزبائن والعملاء ونتماشى مع توجهات للسلطات العمومية فيما يخص رقمنة القطاع المصرفي وأضاف كريم سعيد أن بنك البركة مول أكثر من 40 ألف عامل في مجال اقتناء السيارات بالتقصيد منذ سنة 2016 إلى أوائل 2020 خلافا لتمويل اقتناء المواد الكهرومنزلية الذي لم يحقق المأمول حسبه خاصة وأن الكثير من زبائن البنك لم يسدد دونهم إلى الآن تهمنا بجزء البأس بي لا يستهل سواء في التمويل العقاري أو بالنسبة لتمويل السيارات يعني نقول في نقدر نعطيك رقم مولنا أكثر من 40 ألف عامل ما بين 2016 إلى 2019 أكثر لما انتهى يعني 2019-2020 قطاعات تعكيد ما هو يعني الكهرومنزلية وهواتف نقالة ولا عملنا تجربة مع مؤسسها ولكن هذه التجربة من خلال سنة لم أعطيتش النتائج اللي كنا نرجوها خاصة فيما يخص التعثيرات مستوى التعثيرات كان عالي يعني الزنبي كانوا عاليين ننتبع فيها حتى نقوم بسترجاع هذا الأخر يعني ما هوشك كبير حبسناها مومنطاني مو ولكن نحن نفكر في إعادتها إن شاء الله بصيغة أخرى ومن جهة أخرى أوضح مدير النقدية ببنك الباركة عبدالغاني سعدي أن السوق الجزائري صدف العديد من المشاكل المالية والميزانية الضخمة لاقتناء أجهزة الدفع الإلكتروني الكلاسيكية ما دفع بأصحاب هذه المؤسسة الناشئة إلى استحداث هذا التطبيق عبر الهاتف النقال لتقليص التكاليف لتنقس الأعبة في المغرب